مخترع مخترع يعتبر من أكبر المخترعين والعلماء في تاريخ البشرية قدم لنا العديد من الاختراعات وتفوق على الكثير من العلماء والمخترعين لكن هذا العالم أو المخترع الذي سوف نتحدث عنه اليوم ظلمه التاريخ ولم يأخذ حقه من الشهراء كما أنهم لم يدرسوا لنا أي شيء عنه في المدارس حتى أنه ربما البعض منكم هذه هي أول مرة سوف يسمع فيها اسم هذا المخترع الذي غير العالم باختراعاته وابتكاراته فمن هو هذا الشخص يطرى وما هي قصته وكذلك ما هي هذه الاختراعات التي قدمها للعالم ولماذا كان يحاربه الناس وخصوصا الأغنياء والطبقة البرجوازية ولا يريدونه أن يشتهر وتنتشر اختراعاته بين الناس السلام عليكم يا عظماء كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية في البداية إذا كانت هذه هي أول مرة تشاهدني فأنا أدعوك للاشتراك في القناة والانضمام إلى مملكتنا مملكة العظماء وكذلك إذا أعجبك المحتوى الذي أقدم فلا تنسى عمل لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لنتوكل على الله نيكولا تيسلا هو مخترع وعالم فيزيائي ومهندس كهربائي ميكانيكي ولد عام 1856 في منطقة كانت تابعة آنذاك إلى الإمبراطورية النمسوية وهي أوكرانيا حاليا كان والد نيكولا كاهنا في الكنيسة الأرثوليكسية الشرقية وهو مذهب من المذاهب المسيحية كما أن كل عائلة تيسلا كانوا كهنا وأشخاص متدينين لذلك كان حلم والد نيكولا أن يصبح ابنه كاهنا رغم أنه لم يكن الإبن الوحيد بحيث كان نيكولا هو الرابع من بين إخوته الخمس لكن هذا الأخير كانت لديه مواهب وشغف من نوع آخر بحيث كان يحب صنع الأدوات الحرفية المنزلية وإصلاح الأجهزة الميكانيكية وهو ما زال في سنه الابتدائية وعام 1870 انتهى نيكولا من دراسته الابتدائية وانتقل بعد ذلك إلى المدرسة الإعدادية بحيث كان شخصا مجتهدا في دراسته بكل معنى الكلمة فكان بإمكانه أن يقوم بحل عمليات حسابية في دهنه فقط وبدون الحاجة إلى الورق والقلم لدرجة أن مدرسيه كانوا يعتقدون بأنه يغش في الامتحانات فكانوا يقومون بمراقبته عن غيره من التلاميذ لكن الواضح أن الشخص لديه قدرات خارقة في الحفظ والحساب فأنهى تصلى أربع سنوات دراسية في ثلاث سنوات فقط وكل نقاطه في القسم كانت علامات كاملة وعام 1873 تخرج نيكولا تيسلا من المدرسة وذلك بنقطة متفوقة جدا بحيث كان هو الأول من بين أقرانه وهذه الشهادة التي حصل عليها كانت بمثابة الباكالوريوس حاليا بحيث في ذلك الوقت كانت المدرسة الإعدادية والثنوية مندمجة فيما بينها فعندما حصل تيسلا على شهادته بالمدرسة عاد إلى قريته وعائلته وهناك مرض مرضا شديدا بالكوليرا الشيء الذي بسببه لزم الفراش لمدة تسعة أشهر لدرجة أن كل عائلته يأس من شفائه وكانوا يترقبون وفاة نيكولا كما أن والده وعده بأنه إذا شفي فسوف يرسله إلى أفضل مدرسة هندسة موجودة رغم أن الوالد كان يريد من ابنه أن يصبح كاهنا ورجل دين لكنه وعده بهذا فقط ليشجعه نفسيا رغم أن الوالد كان فاقدا للأمل بأن ابنه قد يشفى يوما ما ولكن بأعجوبة شفي تيسلا من مراده والتحق بجامعة جراتس للتكنولوجيا رغم أن الوالد لم يكن راضيا على ذلك ولكن لا يوجد باليد حيلة يجب أن يوفي بوعده لابنه فعندما التحق تيسلا بالجامعة كان شخصا مجتهدا وشغوفا جدا بالدراسة ولم يتغيب ولا يوم واحد عن دروسه وكل علاماته ودرجاته بالامتحانات كانت كاملة فكان يستيقظ في الثالث صباحا ويظل يدرس في مكتبة الجامعة حتى حلول الليل لدرجة أن أساتذته كتبوا العديد من الرسائل لوالده يحضرونه بأنه إذا لم يسحب ابنه المجنون بالدراسة من الجامعة فسوف يموت من الإجهاد وفي السنة الثانية من الجامعة بدأ ذكاء تيسلا يخرج إلى الوجود عندما أصبح يتصادم ويتعارض مع أساتذته في بعض المعادلات الرياضية والفيزيائية وكذلك في أحد المرات عارض تيسلا أحد الأساتذة وقال له بأن عواكس طيار في مولد جرام ليست ضرورية ومولد جرام هو مولد كهربائي ينتج طيارا مستمرا وسمي على اسم مخترعه زينوب جرام ولكن في السنة الثالثة من الجامعة حدث تحول كبير في حياة تيسلا وانقلبت حياته رأسا على عقب بحيث أصبح شخصا مدمنا للقمار والحانات وعندما جاء وقت الامتحانات لم يكن تيسلا مستعدا أبدا وذلك لأنه لم يدرس أي شيء ذلك العام فطلب تأجيل الامتحان للمذاكرة ولكن طلبه رفد وفي النهاية لم يتخرج تيسلا من الجامعة والسبب أنه لم يحصل على نقاط جيدة في عامه الثالث وعام 1878 غادر تيسلا إلى سلوفينيا وقطع علاقته مع أصدقائه وعائلته وذلك حتى لا ينكشف أمر رصوبه بالجامعة لدرجة أن أصدقاؤه ظنوا بأنه قد مات غرقا في النهر وعام 1879 عاد تيسلا إلى والده ليطلب منه السماح ويطلب منه العودة إلى المنزل لكن الوالد رفد ذلك رفضا قاطعا فمرت على تيسلا فترة عصيبة جدا وأصيب خلالها بانهيار عصبي وتدهورت حالته كثيرا وخصوصا عندما وصله خبر وفاة والده فأراد بعض أعمام نيكولا أن يساعدوه في محنته فمنحوه مالا كافيا ليذهب للدراسة بجامعة كارلوفا لكنه وصل متأخرا إلى الجامعة والتحق بها مستمعا فقط وحضر بعض الدروس دون أن يحصل على أي درجة علمية كنتيجة لحضوره وعام 1882 انتقل نيكولا تيسلا إلى فرنسا وذلك للعمل بفرع لشركة توماس إيديسون بأوروبا لتصميم وتطوير الأجهزة الكهربائية وبعد ذلك هجر إلى نيويورك بحيث وضفه إيديسون كمهندس كهربائي في شركته فنيكولا تيسلا كان شخصا بارعا في عمله وقد حل الكثير من المعضلات الصعبة في عمله التي كانت تبدو مستحيلة بالنسبة لتوماس إيديسون فعندما رأى توماس مهارة وإبداع نيكولا تيسلا بدأ يوكل له مهاما أكثر تعقيدا ومن بينها تصميم مولد للطيار المستمر وبالفعل لا شيء يصعب أمام نيكولا تيسلا وقام بذلك وعام 1885 قال نيكولا تيسلا لإيديسون بأنه قادر على إعادة تصميم جميع مولدات وأليات إيديسون الغير فعالة وذلك بطريقة تضمن له الخدمة الجيدة والفعالة وكذلك القوة والكفاءة الاقتصادية فاستغرب إيديسون من هذا وبدأ له بأنه شيء مستحيل وقال لنيكولا بأنه إذا تمكن من هذا بالفعل فسوف يمنحه 50 ألف دولار كمكافأة على ذلك و50 ألف دولار هو مبلغ كبير جدا أنذاك وبالفعل بعد بضعة أشهر تمكن تيسلا من إتمام المهمة المتفق عليها الشيء الذي أظهر توماس إيديسون وعندما طلب تيسلا مكافأته تهرب إيديسون من ذلك وقال له بأنه كان يمزح فقط بشأن المكافأة ولم يقصد ذلك أبدا فتوماس إيديسون آنذاك كان معروفا بالبخل والرواتف الزهيدة التي يعطيها لعماله ولكي يقوم البخيل بترقيع هذا قال لتيسلا بأنه سوف يمنحه 10 دولار كمكافأة أسبوعية بالإضافة إلى راتب أسبوعي بقيمة 18 دولار ماذا تريد أكثر من هذا يا تيسلا؟ لكن تيسلا رفض هذا واستقل من العمل مع توماس إيديسون على الفور وقام بغسل يديه من إيديسون وبعد ذلك انتقل تيسلا للعمل مع شركة أخرى اسمها ويستنغ هاوس وقدم مع هذه الشركة العديد من الاختراعات والاكتشافات ومن بينها الطيار الكهرباء المتقطع في حين أن العالم كله كان يعمل بالطيار الكهرباء المستمر وتوماس إيديسون كان دائما يحاول أن يظهر للعالم بأن تيسلا ما هو إلا شخص مجنون وسارق سرق أفكاره واكتشافاته وكان يحاول تشويه صورة نيكولا تيسلا بأية طريقة كانت وكذلك تشويه اختراعاته واكتشافاته والإطاحة بها وهنا بدأت حرب الطيارات بين توماس إيديسون الذي يشجع على استعمال الطيار المستمر ونيكولا تيسلا الذي جاء لنا بالطيار المتقطع عوض الطيار المستمر المليء بالعيوب والأخطاء والذي يحتاج إلى العديد من المولدات بينما باستعمال الطيار المتقطع فبمولد واحد تستطيع أن تنير مدينة بأكملها فإيديسون لم يتقبل هذا وقام برفع دعوة قضائية ضد تيسلا واختراعاته وقال بأن الطيار المتقطع هو شيء خطير جدا عن الإنسان وعلى البشرية لدرجة أنه أحضر فيلا وسعقه بطيار كهربائي متقطع وذلك ليظهر للناس بأن هذا الطيار هو بالفعل شيء خطير لكن نيكولا تيسلا وشركة ويستنغ هاوس الدعم لمشروعه لم يجيب توماس إيديسون أنذاك وانتظروا حتى جاء المعرض السنوي للاختراعات عام 1893 وهناك رد تيسلا على اتهامات إيديسون بطريقة غريبة جدا بحيث أمسك مصباحين في يديه ومرر عبر جسمه الطيار الكهرباء المتقطع فأنيرت المصابيح المتواجدة في يدي تيسلا وذلك من خلال الطيار المار بجسمه وهنا فاجأ تيسلا العالم وبين لهم بأن الطيار المتقطع الذي اخترعه لا يشكل أي خطر على الإنسان وفي هذا المعرض بالضبط آمن الناس بمشروع تيسلا وأصبح الكل يريد أن يتعامل معه ويستعمل الطيار الكهرباء المتقطع كما أن هذا الطيار لديه العديد من الامتيازات عوض طيار إيديسون التقليدي والملئ بالعيوب بالإضافة إلى هذا اخترع تيسلا العديد من الاختراعات الأخرى ومن بينها جهاز الاتصال اللاسلكي الذي عرف في العالم بأن ماركوني هو الذي اخترعه ولكن في الحقيقة ماركوني أخذ أفكار تيسلا وتبقها وأنتج لنا شيء اسمه التليغراف وعندما أخبر نيكولا بأن ماركوني قام بسرقة أفكاره كان جوابه ولا شيء لأن تيسلا لم يكن يمانع أن يأخذ أحد ما أفكاره واختراعاته لأنه كان شخصا يحب الخير للبشرية وأي شخص كان يريد أن يقدم شيئا ما للناس كان تيسلا يساعده ويسمح له بأخذ أفكاره وتطبيقها كما أنه لم يكن شخصا مهتما بالمال والشهراء كان هدفه الوحيد هو مساعدة الناس وتقديم شيء للبشرية لدرجة أن رجال الأعمال كانوا يسرقون أفكاره ويعملون عليها ويكسبون من خلالها مئات آلاف الدولارات وهو لا يهتم لهذا أبدا كما أن تيسلا هو أول من اخترع الأشحة إكس والتي نسبت إلى ويليام ريتغان وقال بأنه هو من اخترعها لكن في الحقيقة تيسلا هو الذي اخترع الأشحة إكس وهو أول من صور جسمه بهذه الأشحة وقد حضر العالم بأنها أشحة خطيرة على الجسم وقد تسبب له العديد من الأمراض لكن توماس إيديسون كان دائما يعارض نيكولا تيسلا وقال بأن ويليام ريتغان هو الذي اخترع الأشحة إكس كما أضاف بأنها مفيدة للجسم وتشفي العديد من الأمراض لكن فيما بعد اتضح بأن تيسلا كان على حق وأن هذه الأشحة مضرة للجسم بالفعل والكثير ممن اتبع كلام إيديسون أصيب بالسرطان وأمراض أخرى عديدة بالإضافة إلى هذا فإن تيسلا هو أول شخص اخترع الريموت أو جهاز التحكم عن بعد وهو أول من اخترع مولد لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة المائية هذا بالإضافة إلى المئات من الاختراعات الأخرى وعندما قاموا بالإحصاء وجدوا 700 اختراع تابعة إلى نيكولا تيسلا وهناك من يقول بأنه ما زال يوجد العديد من الاختراعات الأخرى منها اختراعات غير معروفة وأخرى نسبت إلى أشخاص آخرين بينما في الأصل هي اختراعات اخترعها نيكولا تيسلا ومن بين الاختراعات الخطيرة والمدهشة التي كان ينوي نيكولا تيسلا أن يخترعها وينفع بها البشرية هو بناء برج تيسلا العملاق ودور هذا البرج هو توزيع الطاقة الكهربائية على الناس بشكل مجاني 100% والغريف في الأمر أن هذا البرج يوزع الطاقة الكهربائية بشكل لاسلكي وقد قام تيسلا بتجربة لهذا في أحد الحقول وبنى برجا صغيرا ووضع أمامه العديد من المصابح على الأرض وعندما قام بتشغيل البرج أضيئت جميع المصابح المتواجدة هناك وذلك دون أي كابلات أو موصلات للطاقة ولكن كل الأغنياء وكل أصحاب شركات الطاقة والكهرباء قاموا بمعارضة تيسلا في هذا الاختراع ووقفوا ضده لأنه سوف يسبب لهم خسائر كبيرة جدا بالإضافة إلى أن تيسلا لم يكن لديه المال الكافي لمشروعه هذا ولم يريد أي أحد أن يساعده في تطبيقه كما أن نيكولا تيسلا هو أول من قام باختراع محرك سيارة يعمل بالطاقة الكهربائية لكن أنذاك الكل قام بمحاربته بحكم أنه يشكل خطر كبير على الشركات النفطية وأصحابها ولم يظهر هذا المحرك وينتشر بين الناس حتى القرن العشرين فلهذا السبب يعرف تيسلا بالعالم المظلوم أو العالم المجهول لأن كل أغنياء العالم وأصحاب المشاريع والشركات كلهم ساهموا في الإطاحة بنيكولا تيسلا واختراعاته لأنه لم يكن يوافقهم الرأي ولم يكن هدفه هو الربح كما هو عندهم فنيكولا كان كل همه هو مساعدة البشرية وتقديم شيء للناس يسهل عليهم الحياة وذلك بدون أي مقابل بينما المخترعون الآخرون ومن بينهم توماس إيديسون كان كل همهم هو التجارة باختراعاتهم واكتشافاتهم وربح الكثير من المال ومن بين أغرب وأخطر الاختراعات التي اخترعها نيكولا تيسلا هو جهاز صغير الحجم لديه قوة رهيبة جدا بحيث إذا وضعت هذا الجهاز في عمارة فقد يدمرها بالكامل في دقائق معدودة فدور هذا الجهاز هو صنع وتوليد تذبذبات وموجات زلزالية قوية وإن صح التعبير فهو يقوم بهزات أرضية اصطناعية لكن كما قلت لكم الكل كان يحارب اختراعات تيسلا لأنها كانت تشكل خطر على رجال الأعمال وأغنياء الولايات المتحدة الأمريكية وعام 1943 توفي نيكولا تيسلا بغرفته في فندق بنيويورك بحيث عاش كل حياته بالولايات المتحدة الأمريكية متنقلا من فندق إلى آخر وقد تم العثور على جثته بعد يومين من وفاته شاركوا معي جميع آرائكم حول هذا الموضوع وكذلك إذا أعجبكم المحتوى فلا تنسوا عمل لايك ومشاركته مع أصدقائكم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم